تقلقك سونيا اليوم كلمة دخيلة وليه بالعكس عمل عليها الجو عمل عليها الجو على خطر انا كان دخيلة ونجحت هكا معناها انا عندي حاجة انا عندي قوة خارقة ما لونا في بليش به شما توا دخيلة يعني هو توا اهم حاجة هي الانسان عنده هواية ويحب الكاميرا ويحب يتعلم ودي ما ريت انا توا حتى نقول نجحت حمدوله في تجربة متاع دي ما نقول نحب نزيده دي ما نحس رحي ما نعرفش ومستهنتش انتي بها ليه ابدا يعني حاولت انك تكون روحك وطبيعة ودي ما نقعد نحب نكون روحي دي ما دي ما دي ما نحس رحي ما نعرفش دي ما من يقوم ما نعرفش مش كلي فما نستحكي معهم لا نعرف اي لا نعرف ما زاد تحكي ما قولك اي اي نعرف انا ما عنديش العقدة ذي يعني بالعكس دي ما طول عمرنا نعيش ونحبو نتعلمه هما جوست انا على الدورة هذي على الاكاديمية انا حبيت في تونس نعملوا الدورات واذي كالبش يصير مش نعملوا دورات تكوينية في تونس وكل مرة نجيبوا نج عربي وعليش ليه تونسي زيدا فمتا علش ليه ما فاكرة مزينا برشة وتنجم تنفع برشة نيس مبروك الايقامة ذهبية زيدا حي دبي يعيش كيفية ركثيك كيفيش عملت باش خليت الايقامة ذهبية والله تسهيل من عند ربي باش ليس تسعفيا يحبو ياخدوا ايقامة ذهبية انا عملو كيف كسونيا والله تسهيل من عند ربي انا عندي صديق اا كان معنا صديق مشترك قال لي عليش ما تقدمش على الايقامة الذهبية بما انه انتي معناها معروفة وكل شيء عليه ما تقدم مش على الايقامة الذهبية قطلوا كيفيش وانا معناها ما عشتش برشة قال لي ليه ما عنداش دخل هما يعطيوا فيها للدكاترة يعطيوا فيها للرجال الاعمال ويعطيوا فيها للفنانين ويعطيوا فيها للمعروفين والممثلين والاعلاميين علش ما تقدمش قطلوا والله يعليش ليه قال لي ابعث لنا السي في ابعث لنا لورق لي طلبوهم يعني السي في البطاقتك تاتي تاتا وتقبلت الحمدو لله وليس مالجزا بانتاج متعليقامة ذهبية انك انتي تنجم اول حاجة تكون مغير كافية لغاديك هاي فهمت معناها انتي تكافيلة نفسك واثنين تنجم تخدم تنجم تعمل مشروع تنجم كيمال مو اي مواطن غاديك تنجم تحلقونت في البنكة تنجم يعني تنجم تخدم من حقك انك تخدم فهمتها واني هاينا الحقيقة فرحانة بيها نستقر نهار اخر في دبي بعد ما يمكن يمشي البخوشي متاعك سونيا بطبيعة اذا انا مصلحتي تقطع في انو انا وشوف انا دي ما نقعد بين تونس واي بلاد اخرى اذا انا جيتني خبزة فيها معنى ان نختم فيها هذه خدمة معنى فهمتها اما علش لي اذا انا عندي مصلحة في البلاد اذيكا نقعد نعيش بين تونس ودبي التمثيل من طموحك انك تكون ممثلة عربية كيف ما برشة نعرف اللي التمثيل يهمك برشة وتحب برشة للتمثيل وشاركت قبل في المنارة كيف كيف في شورب هكا ولاي دونك علش لي ما تحترفش التمثيل اكثر وتخرج للمصر بار اكزامل ما جيك شايدا في بي لك انك تشي مصر مش سهلة مصر رويز مكتمشي فانتا دونك انا الحقيقة ما نجمش نمشي الا ما فريمان ديني فرصة ذهبية تبعلي قبل ذهبية دونك ازيني جيني فرصة ذهبية بيش نجم انا نقول يلا نهز روحي ونمشي اما بيش نمشي ونبدأ نلوج هي دجا صعيبة معنا مش سهلة اما بيش نمشي انا نقعد انا انا نعمل عملية البحثة في بلاد ما نعرف هيش اه مش سهلة ولو يجي اقتراح سونيا يجيك اقتراح من عند مخرجة ومنتج يقول لك سونيا ها وعنا فيلم كذي ومعنا شكون وشكون وفلين وفلين شكون شني الشروط اللي تناجم تحطهم قبل ما تقبل للدور يزم الدور انا نحبه لكل بساطة انا كي نقرأ الدور نحس بالحقل انا مش نعمل عليه جاوب بش نخدمه بقلبه رب ويضيفلي انا شجحني يش هرني معنا هذا هو ما يقلقيكش انك تكون مثلا اسم ثاني مش اول ما تكونش بطلة ايه عدا كان بيش نمشي انا شنو الحاجة اللي بيش تغريني يزني يكون بطلة معنا الفيلم تهزو انتي على كيف بيش نمشي نمثل دور هني اظهرت في فيلم ولا مسلسل تقول من الممثلين الرجال اللي تحبت مثل معهم في مصر احمد الساقة احمد الساقة ناجمو شوفو سونيا ديونس ينهار منهارا في فيلم مع احمد الساقة عندك ديليميت معناها في الدور متاعك يعني فما نعرفه فما بارشة مشاهد يمكن تكون اوزي شوي تقبل ولا ما تقبلش هيا سادي بفعو المشهد اوزي شمعنيها مشهد اوزي ماذا انا انا توكي عملت مشهد في المنارة في البانو وقالو كيفش في بانو المشهد اللي انا في البانو دونك وفتحي الهدي وبشي غتص لي رستي في الماء ذاك هو المشهد معناه دونك هو اذي اوزي عملتو الخطر اذيك اذيك الدور يقتضي انو اينا نكون هكيكا اما فما اوزي من اوزي اكل اوزي اوزي غراتويتمان ولا انا يعني نعم الخميس ايفي سديسي يعني ما نقبلش بطريقة هيكا وافح مش مهم نمثل فهمتا؟ نمشي وكويز اوستار؟ يلا يلا صر في هاذا الكل الحب وين علي هكا ونمشي لدبي نمشي لامريكيا نعمل هكا نعمل هكا هكا حياتك الشخصية انا ما نشف نداخل في حياتك الشخصية على خطرنا بالنسبة لي الضيف اللي قديمي نعرفي حاجة للشخصية ولا الحياته الشخصية تكون مقدسة وميحبش منعرش كين انتي معاه او ضد الساعة قبل ما نبدأ بلكش انتي ضدنا ولي ندخل مرحبا الحب في حياة سونيا اليونسي والله فماش حب كرا والجميل والانيقة والشخصية المزينة يعيشك يعني مرأة قوية عندها مبادة عندها طموحها دونك اي راجل يتمنى ان تكون سونيا اليونسي شركة حياته ربما من وجهة نظرك يتمنى تكون سونيا اليونسي معنا زوجة حياته اما هذا البراني راب هذا البراني فماشكون اللي يتمنىك زوجة حياته اما بعدي ولي يحب يعجلك كيما يحبهو اذي كخط احمر فمتا دونك انتي حبيتني كيما هكا ما تبداش بعد كي تصدق الرب معناه كي يقول احنا انا وليت معاك توليت حب تعجلني كيما تحب دونك هذي سعيبة شوية سي مواصفات رجل الاحلام بالنسبة لي سونيا اليونسي يكون يحبني ويكون نبيل انسان وعنا انا نبيل الخلق متخلق ما نحبش انا نرى شخص مثلا انا مراش روحي معا حد هكيم لو يحكي عالنيس بالخايد ما نجمش نقبل حد ما يحبش عيلته ما نجمش نقبل حد ما عندوش صحاب ما يحبش الناس ولا ديما نيجاتيف ديما يتشكى ديما يتبكى ديما انا نحب الراجل اللي يخدم الخدام ما نحبش الراجلي الفرايجي يتفرج علي اذا انا في ظرفك ودي فرايجي يتفرج علي نحب نحس الرجولة والشهيمة تحس راجل لك راجل معاك اما ديما هاني معاكم وكهو فامتا ولا الا انه هو يحب يحس لي هو هكا هاني قتلك مشكلتهم اغلبيتهم اللي عرفتهم اينا على قل قديش هون ايه فامتا من اللول هكا يبدأ مبهور ويحب عليك وكل شيء وبعد بشيء بشوي ولي يقول لك يحبك على كيفه ومعنى شغم يزور انا ما نحبش العبدك ما نحبش العبد اللي يحب يلغيني ما نحبش العبد اللي يحب على كيفه تركيبة يبدلني ما لانش حبيتني ما لان ما حبيتنيش معنا فامتا كلهم ايجا قولك الحميس ملول كلهم تيارات راهم راهم يقدوا كلهم تيارات ملول في الحميس ملول ومبعد كي الحميسة كي يرخ تظهر اتبيعة الاصلية تظهر الحقيقة فامتا سونية تحب فيسا ولا تخو وقتك في الحب تناجم تجيك هكا يجيك وتفوضغ تحب من ناظرة الاولى والله جربت الزوس حبيت من اول ناظرة وحبيت من بعد فاما فيسا حبيت وفاما ليه ملول عملت بلوكاج ليه ومبعد شوية بشوية بالافعال بالموقف فاما عبيد ما وقفه هي تخليك تحبها را فامتا كي يبدأ حد ما وقفه يسجل مسجلة تقعد في مخك تقول الانسان اذا حتى كان ما كاملتش معاه ولا ما ما تفهمتش معاه في حاجات اما كان انا بالحق خلا باصمة طيبة فامتا اليهوما قل قل قليلا ما عندكش هيجس العمر اليوم في بلداننا العربية خلينا نقولوا المرأة يقولولها في العمر هذا راهوا سامحوني خاطرينها ما نأمنش بها فتها للترع اكاهاو تخاف انه تلقى روحك الوقت يمشي بيك ويتعدى تحل العين تغمض عين تلقى روحك وحدك من غير عائلة من غير اولاد مفهمش استقرار هذا يخوفك سونيا ولا ليه تخاف ملا يشوف ليه لحقيقة ليه خدر اينا ما نجمش نرتبط بحد على خطر عمري يجري ولا القطار انا ما روح انا بتفادليك قالولي يفوتك القطار قلتولهم اي قطار يفوتني انا من تقود القطار انا من تقود القطار يفوتني وين حياتي هذي حياتي انتي اختزلتني انا في قطار اللي هو الزواج هذي انا نتزوج اشتركوا في القطار